وقيت تونس على فكرة الاتحاد الافريقي لكورة القدم الكاف رفض تأجيل مقابلة التراجي والويداد التراجي كان قدم مطلب الاتحاد الافريقي لكورة القدم لأجل تأجيل المقابلة الاتحاد الافريقي رفض خلنا نحكيه شوية على مدرب الويداد نحكي معاكم على مدرب الويداد المغربي وحرب التصريحات ونقول لكم زادة جمهير للويداد جمهير الويداد للمغربي هبطة بلاغ والهبطة بيان قالت وتدعو جمهير العدم التنقل لملعب رادس وعدم التنقل لمقابلة الإياب بين التراجي والوديد وبحكم الأحداث اللي صارت في عام 2019 فما أحداث صارت نتفكر بركة اللي الوديد انسحب من المقابلة بتعلة الفار ولكن ما كانش فما أحداث جمهيرية ما كانش فما اعتداء بالعنف على الجمهير وديما راهي تونس تحت ظن العالم تحت ظن الفرق الكل سواء في التراجي في التوال في نيد الفريقي ديما الرحبوا بالجمهيرة ذهما على خطأ تحبوا لتكره أحنا ونقولها بفخرة وبتكبر مثالش قولوا متكبر ومتعجر في جمهير التراجي وجمهير الافريقي وجمهير الاتوال هما اللي علموكم الدخلات وهما اللي علموكم كيفاش تشجعوا في رقم وهما اللي علموا جمهير الاهلي والزمالك والوديد والرجاء وغيره غيره احنا كنحب ونحكيه اللومو على الوقت اللي من 2011 لليوم ما اخذناش الموافقة لاحتضان مقابلات بتاقة استيعاب كاملة 60 ألف سنو راهو الشي اللي تعملوا فيه انتم الكل راهو صار عنا منذ سنوات على خاطر في 2010-2009 الدخلات نعملناهم وقتها هما الجمهير ذوك مع كل احترام إليهم يتساءل يقول لك اذي شنو فوتوشوب ولا شنو اللي صار بالضبط وقت لي كانت بالحق وقتها جمهير ومجموعات موجودة في فرقنا التونسية تبدع وتعطي في إيماج به يا برشا دونك جمهير الوديد وإلا الكورفانور متاع الوديد المغربي تطلب من الجمهير عدم التنقل لتونس نستغرب نحكي معاكم على حرب التصريحات ميسير شوي يجي من عند مدرب نحترمه برشا ونحبه برشا وعنده خبرة كبيرة برشا لكن مزير صغير شوية في الكاريير ووقت اللي يعمل تصريح كيف هذا يقول نحكي على عادل رمزي مدرب الوديد المغربي قال عنا حساب قديم مع الترجي جاء الوقت باش نصفيوه قالوها برشا قبل وهبي وعلى فكرة مدرب تيبي مازنبي البرح في مقابلة الذهاب والإياب هو المدرب اللي أشرف على مازنبي في انتصار مازنبي على الترجي عامل فين وعشرة وكان يستخيل الأمور هي هي وكان يستخيل الظروف هي هي ونفس الظروف ونفس الأجواء ولكن تفاجأ عادل رمزي يقول عنا حساب قديم مع الترجي وجاء الوقت باش نصفيه ويحكي على 2019 وهبي بلغتنا العامية نجم وقوله جمهور يعني اللاعبية للوداد والمسؤولين والجمهور يعني قاعدوا يسالهم غرفة للترجي خاصة بعد نهيئي الشهير في 2019 والمباراة هذهكة جمهور الوداد بالنسبة لهم اليوم أنه هما خايفين لكما نتصورش مع عندهم من حتى شيخة لهم يخافوا لأنه نحن معروفين في تونس أن نستقبل الضيوف متاعنا الكوليكا نستقبلهم ونقدموا يعني نعرف كيفاش نرحبوا بالضيوف بخلاف هكاكا بالنسبة العادل رمزي المدرب هزايا يعني كارييره كمدرب ما عندوش كاريير كبيرة برشة ونتصور أنه ما يعرش زاده قيمة ترجي وقتل يتستظيف أي منافس ملعب رادس لأنه هو يعرف وقتل بشي يجير رادس نهار اللي ربع شنوية السنة فيه السنة فيه جحيم اللي كان حاضر كما في مباراة البارح ما بين ماسنبي والترجي مهدي خلنا نسألك هنا على تصريح عادل رمزي مدرب الوداد وقتل يقول عن حساب قديم مع الترجي جاء الوقت مش نصفيوه لحقيقة بالتصريح هزايا مناجم يكون كان أكو تيد لابلك يعني هو مدرب شاب عمره 46 سناء يقوم بتصريح كما هزايا متعقلة خبرة لحقيقة متعربي ما يكون كان متعقلة خبرة المدرب هزايا يرانا كان بي اس في عندهوفن الصغار وبعد انتقل الوداد يعني حتى في كارييرو مزال يعني مزال في أول كارييرو نورمال مو يسكت نحنا كتوانسا نسكتورانا ما نجاوبوش على هذا النوع من التصريحات نجاوبو كان سور تيران إن شاء الله ترجي رياضي التونسي يجاوب الوداد المغربي سور تيران ويقتلع بطاقة العبور وبالنسبة بالله بخصوص الجمهور يقالوا موش بشي جيو ولا حاجة اوكي هم ما محبوش يجيو ذاك حقهم ومع احرار لكننا نتصور جماهير التراجي باش تنتقل بعدد وفيرة غفيرة غفيرة لمقابلة الوداد في المغرب نحنا توانسا كما قلت لك نجاوبو سور تيران بالأداء وإن شاء الله بالكاليفيكاسيون هنا اليوم كي يجي عدد رمزي يتوعى عدد التراجي يقول عنا حساب قديم من صفيه وبين قوسي نهم احترام الوداد إن شاء الله لا يعودوش ينسحبه مرة أخرى والمور تكون موجودة والفار يكون صفاب وقتها نسحب الوداد وكان فوزي للبنزرتي مدربا للوداد المغربي وهنا في استاد ميد وفي راديو ميد قبل عامين اخذيت فوزي للبنزرتي على المباشر وقتها وسئلته على المقابلة الشهيرة ذيك ويقول الله وقتها كان بسبب الفار وغير والمهم هذا أصبح من الماضي الأرقام تقول الوداد ما سبقلوش على التراجي هز برش ألقاب على حساب الوداد المغربي التاريخ لا يرحم وهبي هويسا الفيصل هو الميدان التصريح هذا أكيد بشيكون فما رد من طارق ثابت في الندوة الصحفية وأكيد هنا يخلي نعرف وإحنا كعلميين واتنقلنا في الأفريق ومشينا وشفنا بشيكون رفما محاولة استفزاز لبعض اللاعبين وفي الندوة الصحفية وأسألة وغيره ولكن وهبي يظهري طارق ثابت الخبرة اللي عنده وعنده ما يكفي لتجاوز الشيء هذا ويخلي ملعبيته مركزين فوق رضي الميدان طارق ثابت بلي وراه في مباراة مازنبي في الذهاب ومباراة مازنبي في الإياب ظهر أنه هو قاري درسه مليح من أني ناحية أنه هو عارف روحه فاش قاعد يعمل اللي أنه كينشوفوا مباراة الإياب مباراة مشاها بالملي تقريبا عارف كيفاش يمشي مباراة وقدام مازنبي نفس الحكاية مش تلعب كونتر الويداد في مركب محمد الخامس مباراة ما هي السهلة بالكل الويداد فريق قوي يمتلكم لعبية على أعلى مستوى بخلاف هكاية مدرب هو صحيح شاب وطموح لكن مازال ما عنده شخص خبرة كبيرة في إفريقيا لكن هذا الكل نحطوه على الجنب وطري نحكيه لأنه ترجي ترجي في نهاية في مباراة الذهاب في مباراة في موسم 2019 في النهاية اللي تلعب في المغرب كان بأتم معنى الكلمة كان وقتها قرر الويداد كورة في المباراة هذيك ما بين الترجي والويداد ونتفكروا بالجدار المباراة هذيك معين الشعباني قدم مباراة تكتيكية على أعلى مستوى قدام القيدوم فوزي بن زرتي نفس الحكاية نتصورها بالسير في مباراة والترجي أمام الويداد النهار لحد في المغرب مباراة ما هي السهلة بالتبيعة لكن لو كان طرق ثابت يحذر مباراة وكما ما حذر مباراة ما زمبي متأكد أنه الترجي بيش يعدي مباراة كبيرة برشا وهنا عاد الرمز وقته بيش يولي راجع برشا حسابه في التصريحات اللي يقولها مستقبلا بيانيا خلنا أحكي معك نقطة مهمة أخرى مهدي بن سليمان أتمنى أتمنى أن يكون التحكيم عادل ونزيه كما صار في مقابلة البارح بين ترجي ومزمبي رغم اللي حسب الصور الموجودة في الفار البارح كان فيما ضربة جزائر الترجي بتدخل يسار بالمرفق على حسيم الدين غشة التحكيم والأياد المغربية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وهل قادر التحكيم أنه يأثر على المقابلة هذه خاصة اللي الترجي أسبق له وتعرض المظالم مقبل في بطولة أفريقية يمكن مقابلة 2018 الشهيرة مقابلة مهدي عبيد الحكم الجزائري وأزار وقتها كانت شاهدة على الشي اللي نحكيه فيه كما استفاد ساعات من قرارات تحكيمية يمكن في مقابلة برمير داقوستو ولكن يبقى للتحكيم خاصة في مستوى بطولة كيف هذه يلزم يعطي كل فريق حقه أنا نتصور أمير الحقيقة الحقمتع ربي نتصور كونه مش مش تصير معناتها أخطاء تحكيمية في المقابلة الجاية سرته دمي فينال يعني نعرف قيمة الريهان كونهو نصف نهائي مسابقة جديدة طوب معنا بشافة النور نتصور أنا كونه الفيفا والاتحاد الافريقي يحبوا ينجحوا المسابقة هذية دونك ما مش مش يلعبوا بخبزتهم هما ما مش مش يلعبوا باليماج متاحهم بش يحطونا حكيم ما مش في المستوى نتصور أنا التحكيم مش يكون عادل في النصف النهائي واللي يلعب خير نتصوره بش يربح واضح نختم هذا الموضوع بالتصريح عادل رمزي اللي قال عنه حساب قديم مع التراجي جاي الوقت بش نصفي ويحكي على الفين وتسعتاش ويحكي على مقابلة نهر لحد ونهر الاربع هذا بطبيعة تصريح مدرب الوداد عادل رمزي الرحبو بكل الجمهير المغربية في تونس مهما كان اسم المنافس رانا ديما الرحبو بالعالم العربي الكل هذا تعقيبا على الكلم والبيان اللي خرجوه مجموعات أحباء الودادة للمغرب بعدم التنقل لتونس لمواجهة التراجي لير الرحبو بالعالم وكل الرحبو بالجمهير الكل ويمكن الشي اللي تحرمتم منه انتم في المغرب البارح ضد نينبا انكم تهزوا أعليم فلسطين في تونس نعطيكم احنا الأعليم وتدخلوا بها معزين مكرمين والشعب التونسي الشعب يرحب وشعب يحتضن العالم الكل ويرحب بالعالم الكل تقعد مقابلة مقابلة كورة قدم ويقعد دربي وكلاسيكو عربي موثير من أجل الوصول للنهائي وان شاء الله تقعد الأمور فوق أرضية الميدان وكهوة ان شاء الله اللي يلعب خير اللي يستغل الجزئيات الصغيرة هولي انتصر رغم اللي نتمنى وانتصار للتراجي ونتمنى والتراجي يعبر للفاينل وعننا ثقة بطبيعة في طارق ثابت وكتيب الطارق ثابت اللي تشد الرحال اليوم إلى المغرب حصة إزالة إرهايق اليوم من المقر اللي تكون موجودة وغدوة تدريب الأخير في ملعب المقابلة بعد غدوة نهر لحد السبعة عامة العشرية ان شاء الله نكونوا حاضرين على نتيجة إيجابية لطارق ثابت وأبناء طارق ثابت في المغرب ضد الوداد المغربي بمعنى حكينا عن طارق